أدان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي هوسيب بوريل التدخل التركي في ليبيا وأكد بوريل خلال اجتماع مع وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي العمل على وقف هذا التدخل فورا داعيا أنقرة إلى عدم إرسال خبراء عسكريين وفرق فنية لدعم الحكومة حكومة الوفاق كما شدد بوريل على ضرورة وقف التصعيد في ليبيا واللجوء للحوار لحل الأزمة في هذه الأثناء نفت الرئاسة التونسية ما أكدته مستشارة الرئيس لسكاين نيوز عربية عن رفض تونس طلبا تركيا باستخدام مجال تونس الجوي والمرور عبر أراضيها لتنفيذ خططها في ليبيا وقالت الرئاسة التونسية في بيان عبر الفيسبوك أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يطلب ذلك والرئيس التونسي قيس سعيد لم يتعرض لهذا الموضوع لأنه غير مطروح ولا قابل للنقاش حسب بيان الرئاسة تطورات الملف الليبي نبحثها مع مراسلنا في تونس سيف الدين العامري ثم ينضم إلينا بعد ذلك من تونس رئيس تحرير صحيفة الأنوار نجم الدين العكاري سيف مساء الخير دعني أبدأ معك بموقف الرئاسة التونسية لافت هذا التباين في المواقف المتحدثة أو المستشارة الإعلامية في الرئاسة كانت قد ذكرت لنا تحديدا أنه الرئيس أردوغان طلب استخدام الأجواء والأراضي التونسية لنقل قوات ولكن بعد ذلك بحسب البيان الرئاسي تم نفي هذا الموضوع كيف نفهم هذا التراقض نعم مهند إذن بعد تصريح رشيدة أنيفر صباح اليوم لإذاعة محلية هي إذاعة موزيكة قالت في تصريحها أن الرئيس قيس سعيد قد رفض أي استخدام لتونس طبعا لأعمال عدوانية على ليبيا التقتنا هذا التصريح على الإذاعة المحلية إذاعة موزيك واتصلنا بالسيدة رشيدة أنيفر للتأكد من هذا التصريح طبعا ولنأخذ تصريحا من المصدر الأصلي وهو السيدة رشيدة أنيفر طبعا قبلت السيدة رشيدة أنيفر الحديثة إلينا وأضافت أن حتى انزعاج أردوغان من رائحة الدخان وهي واقعة أصبحت معروفة في قاعة الندوات الصحفية قالت لي أن ذلك التعليق كان مرده انزعاج من رفض قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية أن يضع على ذمة أردوغان أي تخدمة من الخدمات العسكرية لتركيا كي تنفذ هجماتها طبعا هذا التصريح قد أخذ مجالا واسعا في وكالات الأنباء وفي المواقع الصحفية وقد تداولت هذه الوكالات والمواقع عنها أو عن إذاعة موزايك المحلية ليأتي مدير ديوان رئاسة الجمهورية مساء وينشر بلاغا على صفحة الرئاسة بفيسبوك ينفي فيه قطعا طرح هذا الموضوع بين الرئيس قيس سعيد والرئيس رجب طيب أردوغان طبعا طارق بالطيب مدير الدوان الرئاسي صرح لذات الإذاعة موزايك أفآم منذ قليل قال أن ننفي كل ما تم التصريح به صباحا إذن الاستنتاج الأول هنا هو أن هناك لخبطة وهناك تضارب بين المستشارة الإعلامية لرئاسة الجمهورية وبين مدير الدوان إذ لم أتلقى طبعا أو لم أرى أي تكذيب من راشيد النيفر شخصيا وإنما التكذيب صدر عن رئاسة الجمهورية في صفحة الرسمية وإذن عن طارق بالطيب المدير الدوان إذن المسألة هنا فعلا تنم عن بعض التضارب بين المديرين أو الموظفين في رئاسة الجمهورية التونسية شكرا جزيلا لك سيف الدين العامري مراسل سكاينيوز عربية مباشرة من تونس ومن هناك ينضم إلينا رئيس تحرير صحيفة الأنوار نجم الدين العكاري مساء الخير أستاذ نجم الدين مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار كيف نفهم هذا التناقض في موقف الرئاسة التونسية فيما يتعلق بهذه المسألة هل تحاول الرئاسة بشكل من الأشكال مسك العصى من المنتصف عدم إغضاب تركيا وفي الوقت نفسه عدم إغضاب الجهات داخل تونس التي ترفض أن يزج بتونس في هذه الأزمة الليبية على الأرجح أن تصريح سيدة رشيدة نيفر المسؤولة الإعليمية برئاسة الجمهورية هو الأصح باعتبار أن منذ غادر الرئيس التركي الأسبوع الماضي تونس وكل التونسيين مطالبون بعدم منح تركيا أي مساعدة لوجستية أو غيرها لإيصال جنودها وأجهزتها العسكرية إلى ليبيا لضرب العمق الليبي ولضرب الأخوة الليبيين حتى وإن كانوا متنفسين ومتقاتلين السيد بالطيب هو دبلوماسي والدبلوماسي عادة محمول عليه كما قلتم حمل مسك العصاة من الوسط وعدم توريط الجهة التونسية لمرأة ثانية تتم رئاسة تونسية تقوم بتكذيب خبر صادر عن الأوساط التركية المرة الأولى بنى عودة رئيس التركي رجب طيب أردوغان من تونس والتصريح في الرئاسة التركية بأن تونس قبلت ووافقت على كل مطلباتهم منها وسيدخلان معا إلى ليبيا لكن كذبته الرئاسة التونسية ثم في هذه المرة ويبدو أنه يستند إلى القرار الشعبي الواسع لرفض هذه المساعدة أو تمرير الأسلحة أو الجنود إلى ليبيا في ذلك الوقت كان هناك حديث عن ضغط التركي بإرسال جميع الإرهابيين التونسيين الموجودين في تركيا والذين قاتلوا في سوريا وفي العراق وذمروا من سوريا والذين تم اعتقالهم بإرسالهم إلى ليبيا ومنها إلى الحدود التونسية هناك التخوفات قد يكون رئيس الجمهورية تحدث في هذا الموضوع على الأرجح رغم النفي لكن الآن هناك رفض مدني ورفض مواطني كامل لهذه المساعدة باستثناء بعض الطيارات القريبة من الإسلام السياسي ومن الأخوان المسلمين في تونس لكن كافة الشعب التونسي يرفض هذه المساعدة وهو الذي ضغط على قيس سعيد وعلى النظام الرسمي برمته رغم أنه لم يتم التوضيح هذه المسألة والآن البرلمان التونسي وبعض الأحزاب السياسية تطالب بالاستماع إلى رئاسة الجمهورية وإلى وزيري الخارجية والدفاع في هذه المسألة لطمأنة الشارع التونسي ولتقديم كل الإضاحات اللازمة عن هذه الزيارة وماتلاها وتطور الأوضاع في ليبيا الذي يمس من الاستقرار في تونس نعم أستاذ نجم الدين إذا كان هناك رغبة شعبية في عدم الزج بتونس في هذه الأزمة في ليبيا لماذا لا يخرج موقف واضح سواء من الرئاسة أو من جهات أخرى بأن تونس في منأة عن هذه المسألة وتلتزم سياسة النائب النفس إذا جاز التعبير في هذا الموضوع لماذا لا تكون الأمور واضحة أكثر من ذلك في الحقيقة هناك أكثر من مرة تم تصريح بخجل بنوع عن هذا الموضوع في كثير من الأحيان الرئاسة التونسية أو حتى وزارة الخارجية تقول هذا الكلام الفضفاض بأننا نحن ننأى عن أنفسنا بالزجوة عن سياسة المحاور وأيضا نرفض التدخل الأجنبي مهما كان في ليبيا وندفع مع الشرعية ومع العودة إلى الحوار بين الإخوة المتقاتلين أو المتخالفين في ليبيا إلى حد الآن هذا هو الموقف العام لكن التعبير عنه يتم بنوع من الخجل ولم يخرج مسؤول سياسي وبشكل واضح ليتحدث عن هذه المسألة وعن أهمية الخطر الذي يمكن أن يحدث في ليبيا وتدعيته في تونس إلى حد الآن مجلس الأمن القومي في تونس لم يجتمع أيضا اليوم هناك اجتماع لمجلس الوزراء تحدث في هذه المسألة من جانبها الأمن بصفة عامة والاستدادة على الحدود وأيضا في صورة قبول جرح أو لاجئين من الخطر الليبي مثلما تم قبل ثمانية سنوات عند بداية الثورة الليبية ونزوح عديد الليبيين أو مئات الليبيين إلى تونس وخاصة إلى مخيم شوشة إلى بن جردان والآن هناك استعداد للطوارئ وهذا ما تحدثت عنه اليوم رئاسة الحكومة إلى أي مدى هذه المسألة أستاذ نجم الدين سيكون لها أولوية على طاولة الحكومة المنتظرة في تونس بعد أن يتم أعطاها فقه سواء الحكومة بتشكيلاتها الحالية أو أي حكومة مستقبلية إلى حد الآن هذا هو مشكل الحارق لجميع التونسيين سواء شعبي أو على المستوى الرسمي الحكومة الآن حكومة تصريف الأعمال الذي من المنتظر أن تنتهي مهامها لأسبوع المقبل باعتبار أن الحكومة الجديدة قد تنال الثقة يوم الجمعة لكن على الحكومتين وفي تواصل الدولة هناك موقف واضح سيصدر سواء من الحكومة الحالية أو من الحكومة المقبلة وأيضا من رئاسة الجمهورية ومن مجلس الأمن القومي هناك متابعة كبيرة دقيقة ميدانيا وأيضا على المستوى السياسي وهناك ضغط شعبي لدفع الصلاة الرسمية للخروج إلى التونسيين والتعبير بوضوح عن موقف التونسي وأيضا لتمأنة بأن التونس في منأة عن هذه الحرب وأنها مستعدة لدحر كل هجوم إرهابي خاصة أنه اليوم توم العثور على الحدود التونسية الليبية على مجموعة من الأسلحة وتمويلات كبيرة قيل أنها كانت تستهدف القيام بعملية إرهابية ضد تونس وقد تكون قادمة من ليبيا وهذا أول الغيث باعتبار أن ترابلس غير بعيدة عن أول نقطة وهذه مدينة بنغردان وعديد العمليات الإرهابية تم إعدادها على التراب الليبي في اتجاه تونس من قبل إرهابيين قادمين من جنسيات مختلفة تقيم في ليبيا شكرا جزيلا لك الأستاذ نجم الدين العكاري رئيس تحرير صحيفة الأنوار كان معنا من تونس ترجمة نانسي قنقر